بيقولوا عليه منافس الصورة الحقيقة لكن من تجربتنا ليه هتقدر تكرر بنفسك إذا كان يستاهل المقارنة دي أو لا وده اللي هنشوفه مع بعض في فيديو النهاردة في استخدام وتجربة موقع رائع يعمل بالذكاء الاصطناعي متخصص في توليد الفيديو والموسيقى وكمان شاد بوت والجميل في الموقع أنه في هذه اللحظة حتى الآن هو مجاني 100% لكن بعد كده الله أعلم هيفضل مجاني ولا لا يلا بنا نراجع مع بعض موقع ميني ماكس بس قبل ما نبدأ ما تنساش تشترك في القناة فعل زر الجرس علشان تشت كل فيديوهاتنا ولو عجبك الفيديو ما تنساش لايك وتسيب لينا رأيك المهم في تعليق يلا بنا أول حاجة علشان نبدأ نستخدم الموقع فأنت محتاج تدخل على الصفحة الرئيسية للموقع وطبعا هتقدر تدخل على الموقع من خلال الرابط اللي أنا هسيبهه لك في وصف الفيديو ده أو لو أنت دخلت على جوجل هتكتب هنا النص ده Hello AI وبعد كده هيجي لك هنا أول رابط هتلاقي كل الكلام صيني أو هتلاقي فيه كلمة ميني ماكس مجرد ما أنت هتضغط عليها يحاولك على الصفحة دي أول ما هتفتح لو أنت أول مرة هيجي يقول لك لازم تسجل دخول تسجيل الدخول هنا بيكون عن طريق الموبايل هتضغط على هيجي هنا يقول لك أدخل رقم التليفون الخاص بك مجرد ما تجي هنا تكتب رقم التليفون هتعمل جيت هيجي لك رسالة على الموبايل الرسالة دي هيكون فيها رقم هتكتبه هنا وبعد كده بتضغط أن أنت موافق على كل الشروط وبعد كده بتعمل في ناس هتقول لي أن هي مجالهاش الرسالة أنا استخدمت رقم في دفون والرسالة جات لي في اللحظة اللي أنا عملت فيها جيت ممكن أرقام تتأخر أو ما يوصل لهاش ده بس لو أنت معاك رقم في دفون فالتجربة كانت معايا سهلة جدا وبعد كده هتعمل فتلقائيا هيعمل لك دخول للصفحة الرئيسية للموقع بالحساب بتاعك وهتلاحز هنا دلوقتي أنه هو هنا خلاص عمل للحساب وطبعا لو أنت عملت بنفس الطريقة هتعمل تسجيل دخول بعد كده زي ما هم شايفين هنا الموقع ظاهر قدامك بالشكل ده وكمان ممكن في الأول يظهر معاك ولكن هيبقى كله باللغة الصينية يعني في الأول هيظهر معاك كله صيني بالشكل ده ده الشكل اللي هيظهر معاك طبعا أنت مش هتقدر تقرأ صيني ولا الكلام ده بس فيه حركة بسطة جدا بنعملها عشان نقدر نترجم الكلام ده كله وهي أن انت بتروح تضغط كليك يمين هيظهر لك حاجة اسمها translate to English هتضغط عليه بالشكل ده في تلقائيا هيترجم لك أي كلام ليه اللي هو الإنجليزية فأصبح دلوقتي عندي الأمر سهل جدا المستطيل ده ده مش مكان بنكتب فيه عشان نعمل بفيديوهات ده عبارة عن شاد بو تقدر أن انت تتكلم معاه سواء بقى بالصيني أو باللغة الإنجليزية ولكن احنا مش محتاجين ده حتى هنا كمان متاح لك أن انت ممكن تحمل ملف تسأله مثلا عن صورة تسأله مثلا عن ان هو يلخص لك ملفات PDF ولكن ده مش موضوع حلاقيتنا النهاردة برضو عندك هنا فيه زرار اسمه create music وده خاص بإنشاء الموسيقى واحنا برضو مش هنهتم بإنشاء الموسيقى ولكن هنهتم بcreate video وده اللي لو ضغطنا عليه حوالنا على صفحة إنشاء الفيديو هنضغط عليه بالشكل ده هيحاولك على الصفحة دي عايز اقول لك أن انت لحد هذه اللحظة اللي انا عامل فيها الفيديو ده تقدر ان انت تستخدم الموقع بشكل مجاني تماما وبلا حدود ولكن هزا كنت انا النهاردة بقول لك مجاني فممكن بعد اسبوع بعد شهر يبقى غير مجاني عشان لو الناس جات تستخدموا بعد كده وليتوا غير مجاني يبقى عارف ان سياسات المواقع في الاول بيكون مجاني ولكن بعد كده بيبقى غير مجاني ليه لان المواقع او اي موقع في الدنيا ما تعملش ببلاش عشان حضرتك تستخدمه ببلاش اغلب المواقع بتكلف بتكلف كبيرة جدا وبتبقى فاللي هو انت محتاج عشان تستخدمه وتدفع فلوس فهتعالوا بقى نجرب النسخة المجانية لموقع هنيجي هنا في المستطيل ده وده المستطيل اللي احنا بنقدر نكتب في تقدر تكتب باي طريقة انت عايزها ممكن تضيف تفاصيل زي ان انت مسلا عايز مسلا في خطوات معينة مسلا لصورة عايز صورة دي تتحرك في مكان تنقل من مكان لتروح لمجان تاني فانت انت وشطرتك بقى في كتابة هتنزل تحت هنا هتلاقي فيه اصلا فيديوهات موجودة فيديو زي ده بس هنتحس ان هي معركة والمعركة دي فيها تفاصيل والكاميرا بتتحرك وبتيجي من بعيد على قريب بتشوف ادوات في المعركة هنا مسلا ده ده فيديو لغرفة نوم كأنك بتصورها بشكل رائع جدا وتطلع منها تخش على مكان تاني يعني في ملاحظ تفاصيل رائع جدا في الفيديوهات وهنشوف ده مع بعض دلوقتي في تنوع كبير جدا في الفيديوهات وده طبعا بيختلف عن آآ مثلا بكل بروميت البروميت هو اللي بيتحكم في الفيديو بص برضو دي هنا قطة ماشية ازاي في تفاصيل كتيرة جدا موجودة في الموقع تعالوا كده بقى نجرب سوا ان احنا نكتب بروميت ونشوف النتيجة هتكون عاملة ازاي مجهز هنا بروميت كده بسيط عايز اعمل مشهد قريب لحمام بس حمام كده نضيف معمول بشكل صحي وفيه مثلا حاجات زي شامبوهات او حاجات زي كده ويكون فيه لقطة للفيديو معمولة بشكل احتراف كأنك بتصور منتج وبعد كده هضغط على جنوريت فيديو خلي بالك تقدر تضيف هنا حروف لحد الفين فكل انت مزاويت التفاصيل كل ما زاد تفاصيل الفيديو هنضغط على جنوريت فيديو علشان دلوقتي نشوف النتيجة هتكون عاملة ازاي بصراحة يعني هو النتيجة طلعت احسن بكتير مما كنت متخيل زي ما احنا شايفين هنا فيه شوت حلوة قوي على الحمام معمول بشكل شيك جدا على حسب التفاصيل انا كتبته فالنتيجة بصراحة في الفيديو جامدة جدا طبعا هنا فيه علامة مائية وكمان انت عندك امكانية ان انت تعمل للفيديو ولكن بصراحة النتيجة كويسة جدا تعال كده نجرب تاني المرة دي بقى انا جايب له هيكل عظمي راكب عجلة وتعال كده نشوف بقى هيقدر يعمل ده ولا لا ايان كان بقى التفاصيل مكتوبة ولكن ده هيبقى اختبار كوي جدا وبعد كده نضغط على ونشوف الفيديو هيكون عامل ازاي ودي كانت النتيجة اللي هنشغلها دلوقتي ونشوف عمل ايه عمل هنا زي ما احنا شايفين الهايكل العظمي راكب عجلة وبتمختر معمولة بشكل لزيز قوي يعني النتيجة حلوة مش وحشة ان هو يقدر يعمل برضو شخصيات بالشكل ده تعال برضو نجرب هنا نعمل تاني اللي عمله دلوقتي هو لمجموعة من الكلاب في الكطب الشمالي سحب راجل على الجليد لكن في تفاصيل مسلا ان هي تكون يعني الوان زيت وتكون قديمة بس انا مش عايزها كده انا عايزها تكون حاجة حديثة وبعد كده هي طبعا هنا بيقول لك في كندا مش مشكلة اي ان كان المكان مهم انا عايز دلوقتي الكلاب بتجري على الجليد وسحب راجل فهنروح رايح هنا ضغط على ونشوف النتيجة تكون عاملة ازاي تعالى نشوف النتيجة بصراحة النتيجة رائعة جدا تحس ان هو مشهد حقيقي مش مجرد مثلا فيديو يتعامل بالزاكية للصناعة الدقة في التفاصيل والحركة وان الحركة بتاعت الكاميرا كويسة وان الحاجة بتزهر وتختفي مع الشاشة التفاصيل رائعة جدا من الموقع تعالى بقى نجرب تجربة تكون اقوى شوية وهنا المرة دي بقى انا هروح له وهقول له القاتي قلت له قريد كتابة بالانجليزية العامل مشهد تصويره عن معركة عينجا لوت كتاب له هنا بالشكل ده بس بعد كده قلت له لا انا عايز تضيف لي تلات مشاهد البرومت الاول هجوم والتاني دفاع والتالت انتصار عملي هنا البرومت بالشكل ده وهنا بيبدأ البرومت معايا من الشكل ده بعد ما اضاف لي التفاصيل كاملة وتلات مشاهد بيش شكل ده انا عايز اخد المشهد زي ما هو كده كوبي واضيفه ليه واضيفه ليه الموقع بتاعنا بس حابيت اترجم هنا المشهد الاول هجوم تظهر الكوات المغولية وهيقشن هجوما عنيفا المشهد الثاني دفاع يركز المشهد على استراتيجية الممليك الدفاعية وهم يصدون الهجمات المتواصلة المشهد تالت الانتصار ويظهر اللحظة الحاسمة النهائية عندما يتمكن الممليك من السيطرة على المعركة بعد كده هاخد النص بتاعي وارجع تاني لموقع ميني ماكس وهارجع هنا في المكان ده وضغط هنا هتلاحز نشوف بقى هنا 1431 حرف كبير جدا يعني يكاد يكون قصة وتعالى كده نضغط على ونشوف النتيجة هتكون عادية ولا هيكون فيها اختلاف عشان نشوف النتيجة في النهاية بالشكل ده تعالى نشوف النتيجة دلوقتي بقى نكبر الشاشة كده المشهد بدء زي ما احنا شايفين كده وكأن فيه هجوم وجايبين طبعا هنا جيوش كتير ولكن يعني هو ملتزمش بالسيناريو زي ما احنا كان بينه هو عمل مشهد واحد وخلاص ان فيه هنا اه حسنة بتجربة طبعا مشهد حلو مش وحش يعني انت مثلا الحابب ان انت مثلا تعمل فيلم وثائقي وتشرح فيه مسلا او تحكي فيه مسلا معركة زي دي فممكن تستعين بمشاهد زي دي لكن التجربة يعني مهاش وحشة فتقدر طبعا ان انت تجرب موقع بنفس الطريقة اللي احنا جربناها واعتقد ان انت هتقدر تعمل فيديوهات اكثر احترافية باستخدام الموقع الجيميل ده وتقدر تتمتع بانشاء محتوى احترافي على السوشيال ميديا هتمنى تكون استفادت من الحلقة لو عجبتك الحلقة ما تنساش شرك في قناة تفعل زي الجرز علشان تشوف كل فيديوهاتنا ولو انت مش مفاعل زي الجرز او حتى كنت مفاعله يا ريتي لغي تفعيل زي الجرز وتفعله تاني لان اليوتيوب يغير كل التحديثات ديت ولو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك للفيديو وتسيب لي رأيك في تعليقه في النهاية السلام عليكم اشتركوا في القناة